بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مساء الخير سوفوي اللين مرحبا بكم ان شاء الله هذا فيديو اليوم تلقي تكامل حبابي وحبابتي ديما بصحة حبيب الصحة والعافية وطوط لعمل ان شاء الله الحagh fortune ديما نحب نخليكم على خير ونحب نزيد نلاقيكم توجو بخير وعلى خير نبدأ معكم فيدعي اليوم متنوعها فيها الطياب فها الاصالة فيها طياب الزمان فيها التحفيز فيها النشاط موتيفيفولي فيه مع الفيديو تاميليسا كهينا نحاول أني نبت فيكم نوع من النشاط والحيوية كما راكوا تشوفوا هنا اليوم نضط معاولة على الصالدوبة ويعني حقيقة هاد الأمور نديروها تقريبا يوميا سلوغيت جويل يعني جنفام ألجيريان في دارها ولكن دوتون زنطون غفلو يعني ما يجي يعني نهار وين يكون قلبنا لازم نعودو نخدمو أزيغو ألوغلبنات لي سقسوني وقالوا لي على الموبل هذا تعلاصل دوباني سقسيتون عليك وتقاسمت معاكم في الفيديو تاع الحمام تاعي اللي درتو تقاسمت معاكم اللي دوني تاع الشخص اللي ديتو عليه بيان كو يعني ما هوش لا دعاية ولا إشار ولا حتى حاجة أنا ديما نقولكم كي نشوف إنساني يخدم مليح نعاونو أي واحد ولا وحدة عندها صنعة عندها حاجة شابة ونشوفها يعني على بزوان دين كو تبوس من جهتي أنا نعاونها الله يجعلني يسبة إن شاء الله باش ربي يزيد وصع فالرزق بتاحاولة تاعو دونك هاد المبل اللي سقسيتوني قطوليوش يا لاماتيار تاعو سدو بي في ساي يعني يتغسل يتشلل بيانسور لهم خدوم بهاد لاماتيار باش يعني يكون كونتخ للميديتي ما يصرالو حتى حاجة لقولوش تاعو فيها لبلن فيها لغري أنا حبيتها لقولوش باش يتماشالي مع الفايانس وحقيقة ما ندمت يعني مام الليفي اللافابو تاعو بزاف شباب يعني قدمان غسلو مادة اللي حتى مشكل نضفو كي ما نحب المرايا اللي جي معاه تكمنديوها وحدها على كل حال تانيك هاي لاماتيار تاحا شابة وبينسر يفو توجو شوازير اللي تخدمو بهم اللي قالو لي تهضري بزاف على دوري فلور بينسر يخي جسو لامباسد غيست على مرك دوري فلور من حقي أني نمثل هاد المركة اللي أنا نعتبرها مركة تستاهل وتستحق أني نتكلم عليها من توجد في غاية أربعة ووالا هاي لك يعني راني غلقت القوس وانا نضف معكم نضفت الحوض وزيت هاد الرشة هاد الرشة اللي نحبها بزاف اللي يزيد النصف لسانيتار تاكم كنت تقاسمت معكم كامل هاد اللي بروديو يوم قبل وكما نقول وحنا معلش كانت توجو اللي يدخل معنا جديد كالي موش فاهم معلش المهم بعد ما كملت وعطتها غسلة شابة للاسال دوبان زيت تغسلت مام للافايانس ما حبيت ما حبيت نطور للافيديو معكم دوست النشاف على كامل للاسال دوبان بيانسور كامل الدار على كل حال الدار ما نسحوهاش كل يوم على حسب الموهمون اللي يكون عندكم في الدار كيكون كان النظام وحشاكم اللي يشوف سيو يتنحو عند الباب الدار تقعد نضيفة توجو كان دي بون توفي تحطوه عند الباب باش هكدر تقعد نضيفة لتابي هادا تعلي كل واق راني فرحانة بزف 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 اني يعني تهنيت كي راني نغسلو في الماشين يتغسل يخرج جديد يسوفي نخرجو يوميا نحطو يعني هكدر بره باش يتشمس وننفضو نفضة خفيفة لأنه نجوز عليه توجو بالاسبيغاتور لأنه نجوز عليه ستنطبي تاكل وقت لازم الانسان يوقف عليه لحواج راهوم يتشمس كما راكو تشوفو ورحت باش نبدأ في الخيامة التاعي كوزين تاني نحبها وتحبني كما تعرفوا نحبو ديما نشربو قهيوة بحاجة كسيرة وكنت قاسمت معكم الوصفة تاع أغروم من الزيت اللي حطيت والمرة اللي فاتت وحقيقة في كل مرة نحب نعاود نحفزكم ونشكركم ونشكركم بزاف لبنات اللي يعني قالوا لي درتين لنا واحدة نروح وداروها وبعتولي الانستغرام تعيرا معمار هادليامات بأغروم الزيت والسفنج تاع السميد فريمو قد ما نشكركم قد ما راني نقولكم فرحانة بكم ما نعرفش كيفاش نقولكم جسو تخيف يقدوه وفرحانة اني يعني نبت فيكم هاد الروح تحفيزية اللي تعتبر هذي يعني البيت في الأول وفي الآخر مدى بينا نتعلموا من بعضنا ونحفزوا بعدنا فالا أغروم الزيت هذي اللي مازال ما شافهاش قدرتها في الفيديو جبانس ما قبل آخيرة المهم في الثانين ولا ثلاثة في داغنية فيديو تلقوا الوصفة بالتفصيل صدقوني أغروم الزيت اللي هو أغروم أقران عند بعض المناطق القبائلية البن نتعو ما تتعاوج وما تتحكاش يجي بزيت زيتون زيتو زمر البن نتعو خيالية مع قهوة حليب مع كستال البن ولا كستال رايب ما نقدرش نقولكم شحل بنينة دونك نتمنى حتى الناس يعني اللي مشي متعودين على هاد أغروم أغروم الزيت عليش نقول أغروم الزيت لأنه يطيب بزيت الزيتون وكي طيب نزيد نمسح بزيت الزيتون راهو الدوى راهو شفاء نسبكري كما تي نحبهم ونحبهم بزاف عندهم يعني دموين بعض ما عندهم مش بزاف حوايج ويديروا العجب شوية زيت الزيتون ويديروا هاد الأكلة اللي ما زالها ليومين هادا محبوبة وشكون كما يقول شكون اللي يديرها ويسعدها اللي يديرها وتحطها لولادها ولا راجلها دونك أنا مدابية في عز هاد الأزمة اللي رانا فيها الوابع اللي راهوا ربي يحفظنا ويلطف بينا مدابية ناكلوا الأكل الصحي أغروا من الزيت زيتون زيت وزمور راهي صحية بزاف حتى لي عندها قتلكم شوية يعني ما للاقوش كراجمها شوية من جروحين كي تاكلوا هاد الكسرة بحسوا كأنكم راكوا تاكلوا في الدوا في غير مو يعني شوفوا هاي كيفش تجي نشاهيكم فيها لماذا ما داروهاش شاء الله ديروها روحوا شوفوا الوصفة راهي جوست في القناة حطتها قتلكم عندي يومين وثلاثة من اللي حطتها ومع فيها بس نزيد رحطها لكم في صندوق الوصف إذا تفكرت إن شاء الله نزيدوك نروحوا بعد كامل هاد الكلام اللي انتمين إن شاء الله يكون فاتكم نروحوا الوصفة تعنا اللي كما قتلكم وصفات تقليدية وصفات نسحقوها بزافي عز هاد الوباء اللي رانا فيه حين ديرو جواز تا كرمبيط بالخضرة بالحم بقري ولي ما عنداش لحم بقري تقدر تديرو بالجاج ولي ما عنداش تقدر تديرو باللحم مكان حتى مشكل المتوفر والكاين في الدار هنا حطيت شوية تعزيت حطيت لمخصوطا تا الحم يعني دوبخي فغانس يكون لحم بقري وكي ما قلت ونقول ونعاود اللي متوفر المهم اللي عندها غلمي ماشي مشكل المهم الأكلات الصحية هي اللي تكون بالأكل باللحم البقري ولو مرصو واحد ما عليش اللي ما كاش ما كاش والله غالبنا ما جاتش في اللحم برق جات يعني في الخضرة وفي التقلية وفي طريقة الطياب على بل يتوافقوني الراي وتخلوني تعليقاتكم بالنسبة للناس اللي يوافقوني الراي حطيت بصلة قطعتها وحطيتها زيت تقلى مع هداك هداك الحم وتوجو كما تعرفوني حطيت في في العكري في في الكحل هدا ما كان وتوجو كما تعرفوني قد تكون نغطي ونخليها تتقلى على نار قليلة نزيد ونديرول هاد درسة التانية اللي هي درسة تعتوم هرست سنين هات تعتوم ماشي بالزاف حوالي كانت سنين لتعتوم وكان عندي شوية تعفف الدريس مش مخفل مع سخون حتى نزد هالرستو حبيت تكون شوية في هادك الحرارة هادك الحرارة رهي شوية دوارة هو انتيبيوتسيكرا وانتيوكسيدان يعني نحاولو انو ناكلو شوية ناكله شوية حضا الوغ الكرم بتاعي ولا الكرمبت ولا ليشو حطيتهم تغسلو مليح في الماء دركا رح نسبق في هادك اللوب التحوم هادك اللي يجي في البسط يجي جور يعني يجي شوية يابس هادك نسبق فيه نطيبو هو اللو مع الحم لانو يجي شوية يابس بان سو بغ بغ لورقة الكرمب وفيه بننا كبيرة هاد اللوب هادا تاع الكرمبت نقطعو كما اقدم نحط الدرسة تاعي كما قد كم سنينة تتعتوم شوية العكري وشوية تاع ففل دريس معلش ما تحبش تدير ففل دريس تدير غي شوية تاع ثوم يعني سكر جو سنينة ولك ما تحطو مش من لور حطو هم دركة يعني بحتي يتلقي البصل هادا كلم تعو داش تاعنا هادا ولا الدرسة هادي ما تتلق الحرارة ما عفوا ما تتحرقش معانا دونك هاي لقدو نقلي كل شي ها كده توجو كيف كيف وما بقى لقدو نغطي توجو نوسي كوم ونعاود تغطو تقلي تاعكم باش هادا البصل وتقلي مت شفش ما بقى لغين نحط هادا اللوب بتاع لشو ولا الكروم بتاعنا ولا الكروم بت فالا قد كوم باش كبيرة هادا الجواز بنين 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 وصدقوني حتى ولدكم ياكل فقط كتقلو كتقلو مليح هكذا في البداية دولك نزيد عليهم زوج حبيبات التاع اللفت دينا في كما ركو تشوف هاد جواز غاني غاني بزاف الكروم بيت اللفت هدو كح فيهم فوايد فيتامين A فيتامين C زيت مغير فاتح الطوماتيش لا تقلو مجرد الطوماتيش لا تقلو طوماتيش تقلو طوماتيش تقلو ونغط عليها ونجعله يزيد يتقل بعد مجرد البصل ويقوم بيتامين لا تقلو نزيد دوركا بالماء يغلي ودوركا نضيف حبيبات حميسة الحميسة لا تقلو مقبل دوركا نغلق على الجواز اللي هو فيه الحم واللفت والحميسة وهذا كل نغلق عليه استعملت القطيوة بتاع هاد الكوكوت اللي فيها يعني يعني نستعملها في الكوكوت هادي اللي فيها ساتليت وكوكوت هادي تاسانيت راح نهضر عليها من بعد في اخر الفيديو ان شاء الله على الحميسة هاوليك راحي طيب وكوكوت هادي حالة كما يقولوا صحاب الغرب بالنسبة للناس اللي راح محبين يشروها ومتخوفين كنت قدمتها لكم مقبل وقدمت لكم هاد لما عقبت مقبل وليوم قدمت لكم هاد التقم و هاد لانسابل هادا دوركا نروح ندير واحد لسوب يا لبنات شوفوا حطوها في عينكم وديروها سوختوا مع هاد البرد الناس اللي راح هم مراد بالكوفيد الناس اللي راح هم بالغريب الناس اللي راح هم بالغيم اللي راح هما بالنجين هاد لسوب ترفيدكم كما نقول احنا تجبتكم من الماء تجبتكم من البحر حطيت بصلة كبيرة حطيت الخضراء اللي كاينة حطيت زرودية حطيت الكرافس حطيت زرودية ودركاء حطيت حبيبة طماطيش ودركاء هنحطها كده حوالي 4 كاس شوية كميشة صغيرة كالعدس وكميشة صغيرة تاع الفول مدشش هادو ما بينسوك وتشمختهم في الماء اللي مقبل وخليتهم يعني يطراب شوية وحطيت الكورجات حطيت كورجات حطيت بادنجل يعني صدقوني الخضراء هذه مفيدة بزف للصحة وترفيدكم كما قلتوكم من المرض وترفيدكم من الفرش حطيت كميه يلبس بها وحطيت كورمب كما تعرفون كورمب كما تعرفون الكورمب وحدث كورمب جلسة السلق وحطيت حبه و مقطع الباطاطا تقللوا كما تعرفوني هناك زوج جبنان يوجد زوج جبنان يجب طيب بارد في بارد ولكن انا نقليها بسيطة وذوقها مرقت من الماء وشفتوا اه هل بنتمش منزاج حطيت الزوج حبتها البسباس يعني راني نتفكر كلش قطة تورقيق باش يطيب لي تمتم ذوقها انا حبيت نغلق على لازوب تاعي يعني لو طنيكو تنقشل في الخضراء من قطة الحم تاعي من ناره يعني هاد الكوكوت دو زونة اراهي نفعتني بزاف هاد الفكرة تاع افوق دو كوكوت امامتون يعني دو زونة اراهي فكرة عيلة بالنسبة للناس اللي حبو يطيبو دو بلا امامتون يعني دورك هاولك الحم دورك اراهو طاب رجعتو مننا الاسوب غطيت عليها عاود استعملت الاغطات تاع الكوكوت باش تولي لي ان كوكوت كليبسو فالا ودورك نروح نكمل بعد ما طاب اللحم تاع الجواز نهبط عليه الزرودية اللفت ونهبط عليه اللفت ونضيفه زرودية والباطاطا ونزيد عليها الورقة لالكرمب عاد وش بقعلي؟ يعني اللفت ترتوه في الأول مع هادك اللوب بتاع الكوكوت ودوركه نضيفه زرودية ونضيفه الباطاطا ونضيفه الكوكوت شوفوا لالكرمبات حطوا قدمه في بيته يعني شوفوا قدمه حطيتوا هاد الجواز هو جواز كرمبيت بالخضرة يعني لازم تكون الكرمبيت يكون كتر من الخضرة دون كنتو ما أكوتو عارفو كرمبيت حكيتو كما حكيت السلقة عمروه شوية هكا تلقاه كامل هبطل تحته ولي غير شوية الفيتامين اللي كهين في الكرمبيت ما نحكي لكم تاكلوه من طبرة ومن لازم تاكلو مش غير كواحدة مرض لازم تاكلو الوقاية يعني تعاونوا لسيستامي من يتاقتاكم تعاونوا الجهاز المناعي المناعتاكم بهذه الأكلات مش حتى الإنساني طيب لازم تتعودوا على هذه الأكلات هاوليك شوفوا معي لكم بيطة هنا واحدة الريحة اللي كانت تعبق ما نحكيكم شوفتو كيفاش غبط اللاسوب تاعي غلقت عليها مدة عاشر دقائق شوفوها كيفاش كان كلش طيب هذا اللاسوب بنينة بنينة بزف مبقى لغن نحيلها هدك الوريقات والعودة تاع الكرافص وقبل ما نروح نرحيها نروح نتكلم معكم في هذا الرقم لعلى هذا الكوكوت وليه هذا التقم تاع الكوكوت هازفير دوزانة كاين فيها الكوكوت تاع 5 لتخ ولكوكوت تاع 6 لتخ كما شفتو الكوكوت تاع 5 لتخ جاية حبطة جاية بالعرض يعني تلقى بزف كتحبو تديرو طواجن فيها كتحبو تديرو حاجة دولمة روز يعني حاجة لي تحب لتسع وفيها الكوكوت تاع 6 لتخ دي أمام طو عندكم نفس الغطة ستينكوكوت كليبسو نفس الغطة لما كهازفير لينوكس تاحها جيزوي سيرجيس يعني لينوكس برميش وحاجة هيلة تعريشة هادية كما نقول لها تتفتح وطابط لليفريتاع هذا للناس اللي حبو يشوفو يعني زدو يقرأوا عليهم يعني رايز سهلة بزاف شوفو تتفتح وتغلق فاسي عندها دو سيستام دو سيكيوريتي يعني إذا قدر الله تبوش ها واحدة فيهم تتفتح الثانية لجوان تاحها هوليك يعني تنحها ويرجع فاسي باش يتغسل باش ما تترصبش الأوساخ تحتها وهوليك الغطة يمشي من ومن يعني كيتشروا هاد الطاقم عندكم دو كوكوت عندكم إن كوكوت تا سين كليدخ هذية شوفو لما تيغتح هشابة لينوك استحر ما شاء الله وعندكم في نفس الوقت إن كوكوت تا ست ليدخ يعني دلتو دو زافر أميمتو لكو يغتح هشابة بزف هي من عند لكازة دالجيري لينشكرها بزف على هاد الطاقم تا لكوكوت منت سينك يست ليدخ أميمتو أرقم تليفون تا لكازة دالجيري راهي على الشاشة اللي حبو يتصلو باش يدوها ويدديتوها بالصحة ولهنا ونطلبو كما يقولو غير الصحة ولهنا أطوط العمر فالا دونك اللاسو بتاعنا بعد ما رحينا كوشفتوها جبنينا وجيخ خطرة وغانية كوشفتو فيها كالخضرة وفيها همام الفول والعدس والجواز التاعنا يعيني على ذاك الجواز اللي نحكي عليه ونعاود هاد الجواز يفكرني في صغري كنا ناكلوه عندي ذكريات ذكريات بزاف مع الطبق حبيتكم تاكلوه وتستمتعوا تستمتعوا بالذوق تاعو وانتم ما تاكلوا حاجة بنينة وتعرفوا انها مليحة بزاف الجهاز المناعة تاكم هاد اللي بلا بزاف بنين الخضرة اللي فيها بنينة كوشفتوها هو جواز القرمبت بالخضرة ولا لاصوب اللي حطيتها معكم غنية بزاف ما بقالي غير نقولكم في اخر الفيديو اللي نتمنى ان شاء الله انه كان خفيف على قلوبكم نتمنى ان شاء الله انه نخليكم توجوا على خير وبخير ونتمنى انه نزيد نلقاكم بخير على طبقنا سخونة بتتكل سخونة وسمحولي اللي نشاهيهم يرام في الخدمة يرام بعد على ديارهم سمحولي وشاهدكم ان شاء الله في الجنة شاهدكم في الصحة والعافية وتوت العمر ان شاء الله ما بقالي في الاخير نوصيكم نعاود شدوا دياركم وكي اعطوا لهم هاد لي جي جغل لولاداتنا سوف بادي نخرجوهم وكي شغل ما درنا والو تهلا في الوحديكم ما يطمونا غير ديارنا سلام سلام